قناة تحفة يوبا تدخل في شؤون بلادها واضح أن أسيمي قويتا الذي نصب العداء للجزائر ورأه أطراف دولية تستعمله لمحاولة تشويش على الجزائر وإساءات سمعتها وخلق الفوضى في المنطقة لكن حاليا ما يغرب الجزائر حسب مراقبين هو ليس في قويتا فقط بل الأخير تعتبره الجزائر مجرد حشرة وتسير بخطط بثل عزله دوليا وحتى داخليا مع تمديه في الاستعراض الهزيل والخراجات الغبية التي يتعنطر بها وهو لا يقدر على المواجهة ولا أي شيء سوى حكم شعبه بالقوة ورفض أي انتخابات ولا أي مصارات دستورية ليتضح حسب ما تم نشره أن فاقنار متواطئة مع أسيمي قويتا فيما يحدث في دولة مالي وأنهم تسبفوا في العديد من الأحداث القمعية ذات المواطنين هناك ما يعني أن هذه التصرفات متواطئة فيها مراقبين فاقنار والجزائر ترفضها بشدة أي تدخلات أجنبية هناك خاصة ضد مصلحات الشعب المالي التي تزيد من تأزم وضع شعب مال الشقيق وتجاوزات الحصيلة لهذا يقول مراقبون أن رئيس الروسي بوتين مع الغضب الجزائري على فاقنار يسيره والآخر للإبتعاد كوليا عن أسيمي قويتا وإبعاد فاقنار عن قويتا كوليا لأنها مرتبطة كما يعلم الجميع باسم روسيا هذا هو قالت المراقبون أن بوتين لن يخسر أهم دولة صديقة لبلاده في المنطقة وهي الجزائر لأجل إنقلاب المنبوط دوليا أسيمي قويتا ومع هذه الخرجة وغيرها المرتقبة من الضغور الجزائرية دوليا عليها ينتظر أن يتم عزله كليا ويندمع لليوم الذي قرر فيه معادة الجزائر حيث تسير الجزائر لتكرار سيناريو حفصر مع أسيمي قويتا في الجزائر سابقا عندما استفزها حفصر وعادها عزلته كليا جعلت نئيه حينها منبودا دوليا وحتى داخليا في ليبيو مع انقلاب الشعب عليه وتأيدهم للجزائر ووضع له خطوط حمراء عدة جعلته لا يستطيع حتى دخول عاصمة رابلوس بعد تهديده من طرف الرئيس بون مع إصرار الجزائر وصممت على عزله وفعلتها في نهاية المتحف فحاله اليوم خير دليل وسيتكرر نفس سيناريو مع أسيمي قويتا لا محاله الرئيس بون يخدع الاتحاد الأوروبي وموقف مشرف للجزائر وهكذا رحبوا به لدخول الاجتماع التاريخي ولأول مرة يخدعوا لشروط دولة إفريقية وعربية وردت فعل الرئيس الروسي بوتين ويصفقوا للرئيس بون ويشيدوا به بداية أخيرا الجزائر ستمكنوا من اخدع الاتحاد الأوروبي لكل شروطها بعد أكثر من سنة من التماطل ومحاولة الضغط على الرئيس بون الآن ومع اشتداد الخنق عليهم بسبب مقاطعتهم للغاز الروسي ومشاكلهم مع بوتين هذه الأمور كلها مع رفض الرئيس بون بيعهم الغاز جعلهم يخدعون والجميل في الأمر هو ردة الفعل من طرف روسيا الرسمية وبوتين شخصيا معلنات أن روسيا موقفها وأنها غير منزعجة إطلاقا من تعامل الجزائر مع الاتحاد الأوروبي وتخلصهم من الغاز الروسي لأنهم في أي حال من الأحوال متخلون عن الغاز الروسي الاتحاد الأوروبي هدفهم الأول الغاز والجزائر رفعته على الدول لأسعار قياسية وعليه ستجنئ أرباحا طائلة وأكبر أما وعن عدم زعاج روسيا ولا حتى ضغط على الجزائر بخصوص كمية الغاز ضخمة التي ستبعها للدول الأوروبية نابع ذلك من كون روسيا فعلا تحصرم سيارة الجزائر في القرار الذي ليس عن قصد من الجزائر وإنما ضرورة خاصة وأن أوروبا أصلا بعد تخليهم عن الغاز الروسي لن يعود له أبدا وبوتين موقفه أيضا حسب صحف روسية على تقم الجزائر بكونها لن تأخذ أي قرار متعمد أو اختيار للإدرار بمصالح روسيا فما كان يعطل الاتفاقيات الكثيرة والشراكات بين الجزائر وأوروبا هو كسر الرئيس بوليكو الاتفاقيات السابقة مسارا على تعديلها كلها لأن الاتفاقيات سابقة قال أنها تخدم مصالح أوروبا وتجني الأرباح وتتخلص من أزامر لغاز دون أن تستفيد الجزائر بالقدر الكافي الذي تريده والجزائر بدورها تعرف حجم واتقل وأهمية غازها بالنسبة لأوروبا خاصة مع فصل الشتاء الذي يزداد الاستهلاك عندهم وكذا إذا استمروا في العناد ورفت شروط الجزائر كل شركاتهم ستتضرر ولم يجدوا أي بديل وتتوقف مصانعهم التي تعتمد بدرجة كبرى على الغاز حاليا الجزائر باتت بالفعل وتسير لتكون بهذه الخطوة بديل الغاز الروسي إلى أوروبا وعليه مع خضوع الاتحاد الأوروبي الجزائر سترفع انتجها لأرقام قياسية لتبيعهم ما يحتاجونه مع تنفيذهم لشروط الجزائر ويدخو إستمرار ضخمة فيها وينقل الخبرات أيضا غصبا عنهم إلى الجزائر حيث تصدف الحاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعا رفع المساوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تمحور حول التعاون والشاركة بين الطرفين وسبل تعزيزها المفاجأة الأكثر حتى لا يحاول المراوغة أو المماطلة حول كل شروط الرئيس بون قام بخطوة دكية جدا في الاجتماع التاريخي بإعلان الجزائر أنها تسعى إلى وضع ملفات هامة على طاولة الحوار دون تركيز على ملف الغاز أو مورد آخر دون غيره فالجزائر بهذه الخطوة تضع ملفات هامة كثيرا للدراستها أولا والغاز الذين يتسابقون عليه تضعه آخر ملف يتنقش ولا تركز عليه إلى غاية إكمال كل ملفات والشروط والشركات وبعدها ملف الغاز يأتي ومساعدة لمضاعفة حصتها في أوروبا إلى أقصى درجة وهي الخرج التي أترت إعجاب محلل وعدة صحف مؤكد أنها خطوة مثالية ودكية والجزائر فرضت سيادتها متبتة حنكتها وقوتها في التفاوض والإخضاء مفاجأة روسية مع الجزائر وتكتل واحد وثلاثون دولة اخترها بوتين وحكومته تفاشؤ الجميع وهذا دور الجزائر ولماذا وضعوا الجزائر في المقدمة ويقودها الرئيس سبون بداية وفي مفاجأة مدوية أعلنتها الحكومة الروسية بخطوة إستثنائية وضعت الجزائر الأولى في القائمة التي أعلنت عنها والتي حددها بوتين وحكومته بدقة عالية للدول الصدقة والتي يتق فيها حسبهم ليبدأ حتى التعامل والتعاونات مع كل أطراف ما بينهم حيث حددت الحكومة الروسية قائمة تضم واحد وثلاثون دولة على رأسها الجزائر يسمح للبنوك المضاربين منها بتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية المحلية وحسب ما أوردته وكالس بوتينيك نقلا عن بيان للحكومة الروسية فإن هذه الخطوة تشمل الدول الصدقة والمحايدة فقط كما أكد المصدر أن الإجراء يهدف إلى جعل تحويل مباشر للعملات الوطنية للدول الصدقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للربل أكثر كفاء وبوتين بهذه الخطوة ومسارعته للجزائر وتسبيقها يزيد خطوة في تقاربه وتقوية علاقته مع الجزار وللعمل أكثر مع الرئيس بون وفتح أبوها بعيدا لتعاون إذ أنه وفق سبوتينيك فإن القائمة التي حددتها الحكومة الروسية تضم كل من الجزار والصين وأدربيجان وأرمينيا وبلاروسيا وتجاكستان وتركمانستان وأزباكستان إلى جانب السعودية والبحرين والبرازيل والهند وإندونيسيا وإيران وقطر وغيرها من الدول هذا وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار تم اتماده قصد تنفيذ المعايير الجديدة للقانون الاتحادي بشأن تجار المنظمة وتهدف هذه القواعد إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشرة للعملة الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للربل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية وهو ما سيفيد جميع الأطراف التي ستتعامل مع روسيا مفاجأة روسيا مع الجزائر وتكتل واحد وثلاثون دولة اخترها بوتين وحكومته تفاجؤ الجميع وهذا دور الجزائر ولماذا وضعوا الجزائر في المدفوعات؟